ياسمين صبري تحصل على قرار قضائي بقضية السب والقذف محام الدفاع الخاص فيها طلب من المحكمة أنه تفرض على المتهم دفع مبلغ 100 مليون جنيه أما المحكمة فأصدرت قرار بيتناسب مع القضية وحجمه وبالتفاصيل أصدرت المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية قرار بفيد أنه المتهم أيمن متهم بسب وقذف الفنين المصرية ياسمين صبري وأصدرت عليه حكم بالسجن لمدة سنة بالإضافة لدفع غرامي إيمتها عشر تلاف جنيه ودفع كفاءة إيمتها أيضاً عشر تلاف جنيه ومن بعدها تم نقل هذه القضية المدنية إلى محكمة مدنية متخصصة من جهة تانية طالب محام الدفاع الخاص بالفنينة ياسمين صبري المحكمة خلال الجلسات أنه تجبر المتهم يدفع مبلغ 100 مليون جنيه بشكل مؤقت لحتى يكون عبرة لغيره من الأشخاص يلي بيسمحوا لحالهم يتعدوا على غيرهم بالكلمات المسيئة ويتدخلوا بحياتهم الشخصية وكانت الفنينة ياسمين صبري عم تواجه بالفترة الأخيرة الكثير من المشاكل بسبب والدها ومع والدها وذلك من بعد ما خرج عن الصمد وقال أنه بنته أبداً مش مثل ما العالم فكرتها هي من نيحة وأنه الفلوس بتغير النفوس وذلك من بعد ما تغيبت عن زفاف شقيقة وطلب والدها منها أنه تعتبر خية مثل سيدة المطر يلي سعادتها ودعمتها بالفترة الماضية أما ياسمين فخرجت عن صمتها أيضاً وقالت أنه علاقتها بوالدها منقطعة من زمان ومن وقت ما انفصل والدها عن والدتها هي موجودة مع أمها وهي يلي بتهتم فيها أما والدها فما رضي بهيد الخبرية وخرج بالكثير من الأدلة والصور مؤكداً أنه بنته عيشت معه بفترة الطفولة والمراهقة حتى بفترة زواجها الأول ونشر الكثير من الصور يلي متعلق بياسمين صبري بفترة دراستها بالمدرسة والجامعة وأيضاً من خطوبتها بحيث كان هو موجود إلى جانبه وبيقول والد ياسمين صبري أنه آخر لقاء بيناتهم كان لما حاول يرجع لزوجها الأول من بعد ما تركه فترة صغيرة لحتى تهدى وتنسى الغضب يلي كانت عم تحس فيه بسبب زواجها الأول ولكنه تفاجأ بأنه ياسمين أخذت قرار الزواج من رجل أعمالي الشهير أحمد أبو شيما ومن بعد هيدا الإساءة جالت عرضت لي ياسمين وزوجها رجل أعمالي الشهير أرر أبو شيما أنه يبحث بالإجراءات القانونية اللازمة لحتى يوضع حد لكل شخص سمح لنفسه أنه يتعدى على زوجته وعليه لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد